لم تكتفي بدعم ميليشيا الحوثي ورعايتهم فحسب بل تتعامل معهم على أساس حكومة شرعية إيران تعين سفيرا لها في صنعاء لدى الحكومة التي شكلتها ميليشيا الحوثي وتخالف بهذا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حسن إيرلو السفير الإيراني في صنعاء شخصية غامضة لا توجد لها سيرة ذاتية رغم أنه سفير كما تفترض طهران لكن وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري أكدت أن حسن إيرلو كان مقربا من قاسم سليماني وله شقيقان قد قتل أثناء الحرب العراقية الإيرانية ما يعني أنه من رجال الظل المهيمنين في النظام الإيراني وتعينه بصفة سفير بشكل مناف للقانون يؤكد وجود مهام أخرى له كأن يكون الساعد الأيمن لقائد عمليات فيلق القدس الإيراني في اليمن عبد الرضا شهلائي هذا الآخر هو أحد أبرز المطلوبين لواشنطن وقد رصدت خمسة عشر مليون دولار مقابل معلومات تمكن من القبض عليه ويبدو أن تعين هذا الشخص سفيرا في اليمن شبيه بتعين ضابط فيلق القدس إرج مسجدي سفيرا لإيران في العراق حيث يدير الحرس الثوري النفوذ الإيراني في صنعاء وبغداد بإطفاء صبغة دبلوماسية عليه من خلال وزارة الخارجية تعين سفير إيراني في صنعاء بالتأكيد لا يعد مفاجئا بالنسبة للدعم الإيراني لمليشيا الحوثي لكن مراقبين يرون أن إيران تريد من هذه الخطوة جس نبض المجتمع الدولي حول إعطاء صنعاء مكانة مشابهة لمكانة بنغازي الليبية وتمهيد الطريق للتعامل معها دبلوماسيا وهذا الطرح لا يستغرب من مجتمع دولي ما زال يتعامل مع ميليشيات الحوثي كطرف خصم في المعادلة اليمنية وليس ميليشيات متمردة على الحكومة الشرعية ترجمة نانسي قنقر